الوزير الثقافة والتنوع بكر روزي تاجيل قابل يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 كان قابلهم لأعضاء الكميتي دورغانيزاسيون اليوم الآلمي للثقافة التوبو وكان للجنة حين تتنظيم بتقول الاهتفال نحي يبقى في يوم 15 سبتمبر وفي مقاملاتهم ده هجم الوزير الكان وفق لهم في المبادرة حين تشباب البتأزز السقافة هناكات وكان شجعهم ليواصلوا في نفس الهدف والاقام الارتية الدموكراتي كان قابلهم في دي جي الهزب الهاكم القديم بقول بعد الانجلاب البقى في يوم 30 شارعي 8 هم لم يدور غير النظام هنا الارتية وهذا السكرتر جنرال نايب في الانتقال في الانتقالية وخاصة في تأديل المؤسسات وهو الناس انهم خبرة لكل القابونة يلوموا ويمشوا قدام والاختيار الاقتصادي رايمون ديكسي ما بيجا المنزل شايد المرة واحد واحد زيزال طراب في أسوة مارك في إقليم مراكش في يوم الجمعة يوم 8 ويوم السبت يوم 9 سبتمبر الأدتان الضهاية غايت بزيت وسبب خسارات كبيرة على حسب الأخبار النهائية عن المسائل هنا مارك الكام بقولو زيادة من 329 ناس ماتوا و 329 ناس انجروا أي بلسي والإنيو أفريكان شالبكان رسميا اليوم السبت يوم 9 سبتمبر كأعضاء جدد تليشارك في القمة العشرين الجاي البناد فوق كل الكبارات عن القمة الوزير الأول عن الهند نارانده موجي قدم رسالة في أفريقيا والكبارات أيضا بهجو بالتهجيات وصوبات عن القمة وخاصة في الإنخسامات الفئي أوكراني وفي التقير عن الجو والسيدة مدينة غمبو عبد الرحمن خطوة منسقة وطنية جديدة هنالبرنامج يد كونكت تشات الكم بدلات لسيد أسمن عبد الرحمن حمدان مدينة غمبو من هنا لجدام هبس تقود اللا كوردناشون ناسيونال هنالي يد كونكت تشات والمناصة الإفريقية الكم انطوها للشباب اشتركوا في القناة